جميل يعني الحقيقة طبعا لازم كمان نعلق على مشاركة سيد موسى مصطفى موسى اللي طبعا يعني هو شارك في اخر مرحلة يمكن كانت اول مرة ليه شارك في المعركة الانتخابية وهو الحقيقة يعني مشارك قدام حد عنده شعبية كبيرة جدا فبرضو تعليق من حضرتك على جرأته في هذه المسألة واشتراكه في الانتخابات يعني طبعا انا بحييه وبنشكره كلها في الدنيا بس انا كان لقى وجيت نظر تانية الحقيقة انا عنديش اي مشكلة ان رئيس الجمهورية ينجح بالتسكية على فكرة اعظم رئيس في تاريخ امريكا نجح بالتسكية يعني احنا بصين للغرب بشكل مبالغ فيه واحنا عارفين مصلحتنا اكتر من الغرب فيعني وجود السيد موسى مصطفى موسى يعني عمل شكل وكل عاجة في الدنيا لكن احنا في الاول وفي الاخر متأكدين ان اللي هيكمل المسيرة هو اللي بدأها والناس نزلة علشان مصر زي ما قلت قبل ما تنزل عشان خطر اشخاص وبالتالي اللي كسب هو الشعب المصري واللي كسبت هي مصر ان يستمر الاستقرار وانت لما تخش على صفحات يعني مش عايز اقوله المعارضين لان المعارضين مكنوا بوطنيين يعني مفيش مشكلة على صفحات الاخوان حتشوفي حجم المرارة في الحلق وحجم الصدمة من نزول المصريين بدأت من نزول المصريين في قطر وتركيا اللي هما معقل المفترض يعني المعارضة والاخوان ومع ذلك المصريين نزلوا ضربوا اعظم مثل في ان شعب المصري محدش يقدر يافقوا صدمة ولا حد بلو ادراعه بعملية ارهابية ولا بتخويف ولا باي حاجة في الدنيا فعز الطراب والعفرة والشمس شعب المصري كله نزل